طيب معنا كابتن أحمد ناجي يا جماعة معنا النجمة الكبير كابتن أحمد ناجي مدارب حراس نادي الأهلي السابق ومدارب حراس مرمى منتخب مصر أهلا بيك كابتن أحمد كل سنة وحضرك طيب وحشنا جدا وأكيد وحش كل الجميل الأهلوي وانت كمان وحشنا جدا وجميل الأهلي وجميل المصر كلها وحش بنتكلم النهاردة كابتن عن ذكرى رحيل رمز كبير جدا من رموز نادي الأهلي كابتن كبير كابتن سابق البطل أكيد حضرك طبعا عشرته أكيد حضرك عندك كلام كتير عايز تقوله عن هذا الراحل العظيم وليه أنا من يوم كده كفت على صفحتي يعني أن أنا مفتقد جدا مفتقد الرجولة مفتقد المواجهة مفتقد الصراحة اللي أنت كنت سيزعمها يعني بجد بجد يعني شخص من الأصحاب اللي بعض عرفت بيه لأن عرفته يعني طبعا نحن العيب مع بعض الحاجة ولما استغلت في الجهاز المدل الأهلي وهو كان يجري لكرة حاجة تانية يعني آآ شيء آآ يعني مش موقود أو قل ووجوده في هذا الزمن تخطيها المتكن لها التخطيها الصريحة يعني كابتن أحمد أكيد وحضرتك طبعا مع بعض في ملاعب وحضرك معاه في الجهاز كان مختلف في إيه في الفترتين لا بس فيه صفة يعني من أهم الاتفاة يعني من المتقاش وحضرتك أنه بيواجه يعني بيواجه بيواجه بمنطقة الحجة بمنطقة الكرامة وده بيبقى في الصارح العام أنت لما تتعرف بعد كده أن أن ما فيش لت ولا دوران وما فيش آآ اللون الرمادي وما فيش بسك العصائب النص بعد كده ده اتفاح حتى لو كان القرار ديتك حتى لو كان القرار اللي هو أخده مش عاجبك بعد كده بيبقى عارفت أنه هو ده القرار اللي هو أخده ما يقول لكش كلام ويعمل حاجة تانية هم هدين ما أعتقد الغالي تحبوضة في مستقبل ده هم لو قلت أكتر حاجة أثرت في شخصيتك يا كابتن أحمد من كابتن سابت البطل كانت إيه لا أنا اللي أكتر أكتر اليوم أكتر عندي اليوم الأكل الأخير الأكل الوصاح إننا اليوم ده أبطته معادي قريبا معادي معادي تكتر سبع سعاد كنا في المعاشرة عندنا الزمالي كان يوم ده سبع للناس كانت عارفة في كنت لسه بتكلم عن هذه المباراة وقديه كابتن سابت كان مصر أن هو أحده يغزين مباراة وهو أحنا عادنا يمكن ووقتي طويل جداً وتسلمنا بشيئات خاصة بيه وشيئات خاصة بيه وشيئات خاصة بيتي بولادي وبولادي وكنت مشفق عليه جداً وحضر التمرين من الوتوبيت وكانت منتهى الاعياء ومنتهى المرض تصمم انه يوكس يتفرج على التمرين وتاني يوم كانت تتاعد جامبه كل ما البطانيات تستمدن على كيف تحطها على كيفه ومنتاز تبعاً اخر كلمة كانت تبيني وبيني يعني بعد ما تخرج تبيني كل حده لا ثابت احنا يعني ربناك ربناك تبيني تسأل احنا كله محصل بعضه باخر كلمة تآخر كلمة ما كانت ثابت البطل انه كله محصل بعضه يعني انا بصرتها بعد كده على ايه الصراع وعلى ايه الصناحر وعلى كله محصل بعض يا جماعة والله العصير محصل بعض كلنا كالاخر مصيرنا الاتراب حبه بعضه ويعني فينشوا الصراعات بتاعت الدنيا الزايلة جيت اللي انا شاك يعني الدرجة حرارتها جايدة اول ومن دول والناس يعني معدل الحب بين الناس يعني قل الاول وعلى ايه كابتن البطل اللي احسين مع الهالي قبل ما كله محصل بعضه اكيد يا كابتن كانت كلمة فعلا زي ما حضرتك بتقول فعلا مفيش حاجة مستهلة خالص يا كابتن احمد لكن عايز اسحل عدرك شو قال الشخص يا كابتن احمد طب يعني الفترة اللي قضيتها في النادي الاهلي اعتقد انت قضيت فترة كبيرة جدا في النادي الاهلي من عمرك كله كابتن احمد حضرتك تصدف مرة ان النادي الاهلي كان صدر مشاكل او كان سبب في ازمة سؤال التاريخ يعني من واحد عاصر النادي الاهلي في فترات طويلة جدا وكبيرة جدا النادي الاهلي كل امر رائز كل امر قاد كل امر مثل كل امر هو اللي بيعمل التوازن يعني التوازن اللي المفروض يحصل في الوسطنا اكيد اكيد هتشتر من خلالها للعالم مصر مصر الامنة مصر المطمئنة مصر الحضارة مصر البناء مصر ان شاء الله جزء اللي تبقى يعني مجحة خير على مصر ان شاء الله يا رب انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد نجي نجم كبير في النادي الاهلي ونجم مصر ايضا ان شاء الله تفضل نجم طول حياتك كابتن احمد شكرا جدا على هذه المدخلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة